راديو نيل عالم التسعينات ده زي ما قلنا يعني كان رغم ان الاغاني كانت كتيرة والستوديوهات كلها كانت فيها جديد كانتش بتفضل كانتش بتفضل كل الشريط كان لازم يبقى تمن اغنيات اكتر كان تمن اغاني وساعة عشرة اه لو تفتكر حاليا كان تمن اغاني دايما الشريط وبعد كده فجأة اه على ما افتكر عمر دي براح عامل امرين عشر اغاني اه لو تملي معيك عشر اغاني فبدأت الاعداد فبدأت الناس تروح على العشر اغاني بس شوف عشر اغاني ما كانش يعني وكان بقى لازم الناس تروح تشتري الشريط واللي ما بيقدرش يشتري الشريط يسجل يعمل الكوكتيل ده اه اه وكان فيه كان فيه ظاهرة كمان الشريط البضروبة اللي كانت بتتباع بسعر ارخص يعني وكان الشريط هو نفسه الوسيط اللي بتسمع من خلاله الاغنية ويمكن سبب انتشار الجيل ده انه قبل الفترة اللي قادة ساعة اربعة وسبعين كنا بنسمع الاغنية على سطوانات اه والتجربة اللي حصلت في النقلة دي تحديدا انه سنة اربعة وسبعين اه انا مش بقى تذكر انه الفنانة واردة اه كان المنتج يا عاطف منتصر يموح سنجبر الزاكرة ان لم يعني تخن يعني قرروا انه شريط الكاسد ده بدأ ينتشر في العالم كله والاغنية بدأت تنتشر وبقى اسهل لانه بيبيع اكتر وكده فيلا بينا نعمل اه الاغنية على شريط كاسد وصدر اغنية الوردة وكانت العربيات كلها بقى فيها تقدر تحط شريط الكاسد بتاعك او تطور صناعة لكن الكاسد الكبير اللي كان بيبقى في البيت ده لازم اه 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 ابو بابين ابو بابين ده ولازم يتعطل والشريط يسف اه اه وانا شايف انه من من احد الاسباب الرئيسية اطباط شريط الكاسد بالعربية انه كل واحد ماشي في العربية لازم يسمع حاجة فده عمل حالة رواجل وكان فيه صناعة صناعة كبيرة جدا كان المنتجين كان عندنا في مصر الشركات انتاج كتير جدا وبتكسب اه والفرشة اللي هي قدام بتاع والفرشة اه بتاعت الشرائط واكشك الشرائط بتاعت الكاسد ولما الالبوم الجديد او الشريط الجديد ينزل لازم البوستر بتاع الشريط الكبير طيب تعال نروح نعمل كده نقول بلغة العصر دلوقتي نرجعها للتسعينات ونقول مين اللي كان عامل تريندينج في التسعينات عامل بومينج هو اول تريند بلغة العصر وقتها اه لولاكي تسعة وتمانين اه اللي هو ده التريند اللي هو طلع في وجود كل العمليقة اللي كانوا موجود زي محمد منير وعمر الزيب وفؤاد والاسماء الكيميرا واني شاكر والزبط مصرية حصل في لولاكي ليه لان لولاكي كانت القنبلة اللي انفجرت في وجه كل بقى ايه الوسط الموسيقى اه اه والناس كلها بتغنيها وكان وقت مصف اعتقد كان زي الوقت اللي احنا في ده اه كان في الصيف فما كانش في حد بيسمع غير الاغنية دي والاغنية انتشرت انتشار رهيب جدا خصوصا المفاجأة انه صاحب الاغنية اه ما كانش مطرب معروف كان اول حاجة ليه صحيح في الاساس اه الكابتن احمد ناجي اللي هو بقى مدرب حراس مرون اهلي قبل كده لانه بعد ما اعتزل كورة اتجه للغنى يا اه دي بعد ما اقول مرة اعرفها وعمل شريط اسمه كل المواني اه وكانت الاغنية دي اللي هي لولاكي لولا لولا دي كانت مكتوبة على مصر كانت اغنية وطنية ايوة كان يعني في لولاكي مصر حاجة كده وبعدين اه ما خدهاش احمد ناجي وحصل يعني امور يعني في الانتاج وكده فاخدها علي حميدة اللي كان لسه بيبتدي حياته وبيدور على شركة انتاج صح وكان ليه شكله الخاص وصعره وطريقته واسلوبه وتحمس ليه حميد الشعاري جدا انه يوديه يدعمه كان شركة اعتقد الشرق وحميد دعمه لانه كمان علي حميدة من مطروح وحميد الشعاري ليبي اصلا صح فكان مشروعهم قام ما تيجي نطور الاغنية الفولكلور بتاع مطروح وليبيا صح ونعمله بشكل جديد وروح المزدوية بقول بالضبط وطرقع مع الناس وكسر الدنيا وبع ستة مليون شريط وكان رقم يعني خزع بالي طبع ستة مليون مع اخر الثمانينات قولت ده كان رقم جبار طيب خلينا كده نسلم على روح كان طيب جدا علي حميدة ده بجد لولاكي وهو حتى في حوارات كتير انا بغنيها لمصر فخلينا نهديها ويسمعنا مينا لولاكي ونرجع نكمل تاني يعني ده من الاغنينة النهاردة في الشريط كوكتيل علي حميدة لولاكي